السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الاول الاعدادي هنور مع بعض درس كراءة وهو بعنوان الحرية الكاتب والأديب مصطفى لطف المنفلوطي هنعرف من خلال الدرس انه بيتحدث عن الحرية وان الحرية لا تقتصر على الانسان في حزب بل تشمل جميع المخلوقات هنلاحظ الكلام ده من خلال سؤال المناقشة والتهيئة بيقول لي يقارن بين العصفورين في الصورة هنلاحظ عصفورين عصفور في الكفص هو عصفور ينطلق في الفضاء هناك شعور مختلف بين العصفورين العصفور اللي في الكفص حزين مهموم يبحث عن حريته بينما العصفور المنطلق في الفضاء سعيدا فرحا ويعد في سبيل الحرية هنور مع بعض الدرس وقبل ما نور الدرس هنعرف من هو الأديب والكاتب مصطفى لطف المنفلوطي هنلاحظ أنه هو أديب له شهرة واسعة في مجال الأدب وهو أديب مصري ولد عام 1876 في منفلوط محافظة أسيود ثم درسه في الأظهر الشريف وأتم حفظ القرآن الكريم في التاسعة من عمري ومن أهم مؤلفاته النظرات والعبرات والفضيلة وفي سبيل التاج وتوفي عام 1924 هنور مع بعض الدرس وبعد من أرام نستعرض بعض اللغويات التي تشتمل عليها الدرس على سبيل الحصر يقول الكاتب استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تموء بجانب فراشي وتتمسح به وتلوح في ذلك إلحاحا غريبا فراعني أمرها وأهمني هموها هنلاحظ أن الكاتب استيقظ في فجر يوم من الأيام يبقى لو ألمت استيقظ الكاتب فجر يوم من الأيام وعلى أي صوت استيقظ الكاتب على صوت هرة تموء بجانب فراشه وتلوح في ذلك إلحاحا غريبا مع موقف الكاتب من إلحاح ومواء القطة بجانبه راعه أمرها وأهمه همها لو نراحظنا معنى هرة قطة ومعنى تموء تصيحه والمواء صوت القطة معنى التمسح به تلامسه والمضاد تبتعد عنه تلح وتكرر طلبة بعد كده الكاتب ماذا فعل؟ وقلت لعلها جائعة فانحطت وأحضرت لها طعاما فعافتهم وانصرفت عنهم فقر الكاتب فيما فكر قال لعلها تكون جائعة فأحضر لها طعاما ولكن الهرة تركت هذا الطعام ولم تهتم به وانصرفت عنه فقال لعلها زمأة فقال لعلها زمأة أي أنها قد تكون عطشانة فأرشدها إلى الماء إلا أنها لم تحفل به ولم تهتم بالماء وتركته وأخذت تنظر إليه نظرات تنطق بما تجتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان قال ربما تكون حزينة لأنها جائعة أو لأنها عطشانة إلا أنه نظر إليها فوجدها حزينة فأثرها ذلك المنظر في نفسه تأثيرا شديدا بالغا وفي هذه اللحظة تمنى أمنية أن لو كان سيدنا سليمان لماذا ليفهم لغة الحيوان وفيفرج قربة هذه الهرة أو الكتة ولماذا سيدنا سليمان لأن الله منحه وأنعم عليه بمعجزة حيث أنه يعرف لغة الطيب لو قلنا بعض اللغويات على سبيل الحص أرشدتها هديتها والمضاد أضللتها معنى أفرج كربتها أكشفه أمها والجامعة كربة كرب وكربة لو انتقلنا للفقرة اللي بعدها بعد كده وكان باب الغرفة مغلقا فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتسك به كلما رأتني اتجه نحوها كان باب الأوضل اللي هو نيم فيها مأفول ومغلق فأخذت تطيل النظر إليه وكلما اتجه ناحية الباب التسك به اتصال مباشرا ومن هنا أدرك غرض الهرة وعرف طلبها فقال فأدركت غرضها وعرفت أنها تطيل أو عرفت أنها تريد أن أفتح لها الباب فأسرعت بفتحه فما إن وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء حتى استحالت حالتها من حزن وهم إلى غبطة وسرور وانطلقت تعدو في سبيله بعض اللغويات في هذه الفقرة على سبيل الحصر معنى التجه انطلق وعكساء توقف معنى أدركت فاهمة وعكساء جهلت معنى غرضها هدفها والجامعة أغراض معنى تعدو تجري والمضط توقف معنى سبيلها وطريقها والجامع سبل وأزبلها السؤال هنا لو سألنا سؤال الموجود في المناقشة ما سبب مواء الهرة لأنها تبحث عن حريتها طيب لو سألنا سؤال بعد كده كيف عرف الكاتب غرض الهرة لسببين اتنين أول سبب حيث أنها أطالت النظر إلى باب الغرفة المغلق السبب الثاني إن الكاتب كلما اتجه ناحية الباب المغلق رأى الهرة تلتسق باتصالا مباشرا طيب عندما فتح الكاتب باب الغرفة ماذا حدث انطلقت الهرة ورأت وجه السماء وتحول حالها من تحول الحال بتاع الهرة من هم وحزن إلى غبطة وسرور يبقى لو سألت سؤال ما حال القطة عندما وقع نظرها على الفضاء هنقول تحول حالها من هم وحزن إلى غبطة وسرور فقرا لبعدها عاد الكاتب إلى فراشه بعد أن خرجت الهرة وأخذ يفكر في أمر هذه الهرة حيث قال عدت إلى فراشي وأسلمت رأسي إلى يدي وأنشأت أفكر في أمر هذه الهرة وأعجب لشأنها وأقول لي تشعري هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية فيتحزن لفقدانها وتفرح بلقياها أجل إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها إلا سعيا وراء بلغاء الحرية من بعض اللغويات التي اجتملت عليها هذه الفقرة معنى أسلمت أرحت معنى شأنها حالها وأمرها والجمع شؤون معنى لي تشعري ليتني أعرف معنى فقدانها دي ضيعها والمضاد لقياها معنى رجاؤها أملها والمضاد ياسع هذه الفقرة تتحدث عن تعجب مندهاش الكاتب مما فعلته الهرة فأخذ أو ذهب إلى فراشه وأسند رأسه إلى يده وفكر في أمر هذه الهرة وتعجب مما رأى ومما سمع ومما شاهد من أمر هذه الهرة وقال هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية سؤال أو أسلوب استفهام غرض الدهشة والتعجب فهي تحظن من فقدانها وتفرح بلقياها ثم أجاب على سؤاله سأل السؤال وأجاب بنفسه قال نعم يبا لو سألنا سؤال هل تفهم الهرة معنى الحرية نعم أجل يعني نعم إنها تفهم معنى الحرية حق الفهم والدليل على ذلك تحول حالها من هم وحزن إلى غبطة وصرور يبا سؤال الموجودين تحت من هم الأسئلة في الانتحانات لماذا عجب الكاتب لشأن الهرة لأنها فهمت معنى الحرية وتحول حالها من هم وحزن إلى غبطة وصرور عندما رأت وجه السماء طيب بعد كده لو سألنا سؤال تاني ما سبب حزن الهرة كان حزنها لفقدانها الحرية وما أن عصرت أو وجد حريتها تحول حالها من هم وحزن إلى غبطة وصرور آخر فقرة معنى ومن أهم الفقرات التي تيجي في الانتحانات بعد كده فالحرية شمس يجب أن تشرق في كل نفس فمن عاش محروما منها عاش في ظلمة حالكة والحرية هي الحياة ولولاها لكانت حياة الإنسان أجبه شيء بحياة اللعب أو اللعب المتحركة في أيدي الأطفال إن الإنسان الذي يمد طلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يد لأحد عنده بعض اللغويات التي اجتملت عليها هذه الفقرة معنى تشرق تطلع وتضيع المضاد تغرب معنى حالكة شديدة السواد والجمع حوالك معنى مستجد سائل معنى المطامع مفردها مطمع وهي المظارم معنى ظفر بها حصل عليها فهو ظفر والمضاد فقدها معنى منا فضل والجمع منا والمضاد نقمة طبيعا يد فضل والجمع أيدي وأيدي هذه الفقرة تتحدث عن قيمة وأهمية الحرية وتشبيه الحرية بالشمس كما شبه الكاتب الحرية بالحياة يبقى ما تعريف الحرية الحرية الشمس يجب أن تشره في كل نفس والحرية هي الحياة طيب ما حال المحروم من الحرية كما رأى الكاتب تقال من عاش محروما من الحرية فكأنما يعيش في ظلم شديد السواد وشبه حياة الإنسان الذي فقد حريتهم بحياة اللعبة المتحركة في أيدي الأطفال يعبس بها الطفل كما يشاء طيب بعد كده لو لاحظنا أن الإنسان الذي يمد يدعي لطلب حريته هل هو متسول هل هو شحاز هل هو سائل بالطبع لا لماذا؟ لأنه يطلب حقا من حقوقه هي حق من حقوقه بالفعل ولكن قد فقدها لأمر ما ومن أهم هذه الأسباب التي فقد من أجلها هذه الحرية هي المطامع البشرية لذا لو سألت سؤال إيه السبب اللي خل الإنسان يفقد حريته هي المطامع البشرية؟ طيب لو تخيلنا أن الإنسان عثر على حريته وزفر بها هل هناك لمخلوق فضل ومنة عليه؟ بالطبع لا لا فضل ولا منة لمخلوق عليه لأنها حق من حقوقه فمن أهم الحقوق التي يجب أن يتمسك بالإنسان هي الحرية من هنا ننتهي من درسنا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته متمنين من الله دوام الطفيق والنجاح وإلى لقاء آخر إن شاء الله ما كان معكم المصدر أحمد سويلي مدارس قدير الخاصة موسيقى